يهلا بكل حضراتكم من جديد الحقيقة احنا دايما في برنامجنا ده بنحب نتكلم عن اهمية الصحة الجسدية وكمان بنحب نتكلم عن اهمية الصحة النفسية ونشوف ان هي ما تقلش باي حال من الاحوال في الاهمية عن الصحة الجسدية طبعا في الفترة الاخيرة اغلبنا ان ما كانش كلنا الحقيقة بنواجه كتير جدا من الضغوطات الحياتية اللي بتخلينا في نهاية الامر يعني مثقلين بالطاقة السلبية جمدة مثقلين جمدة 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 عملت عمق في الله صح ولا لغلطان ولا الله يفتح عليك يا دكتور المهم ازاي بقى ان اتخلص من هذه الضغوطات عن طريق الرياضة دي طبعا نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها الى جانب العديد من النقاط المتعلقة بالصحة النفسية وانعكاستها بالاجاب على المود العام وكمان على الصحة الجسدية هنتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال الفتنة الدكتورة اماني عبدالعيل وهي اخصائي نفسي اكلينيكي صباح الفل عليك صباح الوارد عليك اهلا بيك اهلا بيك يعني خليني كده ابدأ في الاول حضرتك اخصائي نفسي اكلينيكي نفهم يعني ايه ده وبعدين با عايزة اروح ونبدأ قصة هنا يعني الضغوط النفسية اصلا موجودة بشكل كبير جدا يمكن شعوب عن شعوب كمان بتبقى عندها نسب مختلفة في الضغط يمكن مصر الى حد ما برضو فيها بعض الاحساس يعني بين الشعب بالسرعة الحركة وده ممكن يسبب توتر فخلينا نعرف من حضرتك برضو يعني بداياتا احنا حنروح فين من التوتر يعني التوتر ده بقى الشقة في حياتنا فنعمل ايه طيب صباح الوارد الاول عليكم خلينا نعرف الاول يعني ايه صحة نفسية يعني نعرف ايه اصلا كلمة صحة نفسية الحقيقة منظمة الصحة العالمية بتقول ان هو مش مجرد خلو الانسان من الاضطرابات سواء النفسية او الجسدية لا الانسان اللي بيقدر يتوافق على المستوى النفسي على المستوى الاجتماعي على المستوى العقلي وبيقدر يتفاعل مع بيئته ومع نفسه بفعالية هو ده الانسان اللي عنده صحة نفسية فهي الحقيقة فيها اربع ابعاد مهمة جدا البعد النفسي ان انا فعلا بقدر اتوافق نفسيا وتفاعل مع بيئتي بفعالية البعد الاجتماعي بقدر اتفاعل اجتماعيا مع الاخرين ومع الوسط اللي انا فيه كمان البعد العقلي اللي هي مهاراتي العقلية وماذا احفظي عليها والبعد الجسدي نفسيا لان الحقيقة النفسي والجسدي اللي اتنين بيأثروا في بعض. يعني حتى في بداية البرنامج كنت بتتكلموا على علاقة النفس بالجسد. لان لو انا نفسيا مش مصبوطة الحقيقة الجسد بيتأثر بكل حقيقة حوالي. بس هو للأسف الشديد وخصوصا في الفترة الاخيرة يمكن يمكن الكلام ده ينتبق على ناس كتير. اه. فكرة لما تكون الضغوط اكبر من قدرتك على مقاومتها. ايوة. فانتي لا تملكي غير الاستسلام في كتير من الاحيان. زائد ان احنا بقينا برضو في الفترة الاخيرة نتيجة بقى اه كرباسة اللي حصلة في الدنيا. وحتى ممكن مشوار واحد من وإلى مكان ينتج عنه توطر. يعني في الطريق بس حد كسر عليك عمل ايه حصل. تعرف الواحد بساعد بيشوف العجايب في الشوارع. صحيح. فابسط الامور ممكن ينتج عنها ضرر نفسي. فنتصرف ازاي في هندلة الكم ده من الضغوطات. طيب هو هو اللي حضرتك بتقوله ده بيقول ان في ناس عرض اكثر للضغوط من غيرها. لان ممكن انا اه يحصل لي ضغط. واستاذا الهوان دي يحصل لها ده وده حداك ده. كلنا طريقة تفاعلنا مع الضغط تكون مختلفة تامية. طيب هقول لكم دراسة لطيفة جدا انت عملت من زمين قوي في التمالينات. آآ علمة امريكية اسمها كوبازا. سوزان كوبازا. عملت ايه? جابت مجموعة من المديرين. المديرين دول بتعرضوا الضغط جديد جدا. وعملت دراسة مطولة. يعني لمدة اتناشر سنة. وفضلت كل سنة. سنة طوالة جدا. اه. نفسيا وطبيا هم عاملين ايه? اه. توصلت بقى في النهاية ان في ناس فعلا قدرت تعدي الضغوط. في ناس ما قدرتش تعدي الضغوط. واصابت بالتربات نفسية وجسدية. طب استمات بقى الشخصية اللي ميزت الاشخاص اللي قدروا يعدوا على خير كده. ويتفاعلوا مع الضغوط بشكل ايجابي. الحقيقة كان فيه تلات صفات مهمة جدا وهي اه مكون من مكونات حاجة اسمها الصلابة النفسية. الاشخاص دي كان عندها حاجة اسمها الالتزام. الالتزام بقى قانوني ومادي ومالي وديني وحاجات كتير قوي واجتماعي ونفسي يعني بيضروا يتفاعلوا مع بقتهم. واي ضغط بيحصل لهم بيعتبروا ان الضغط ده فرصة للنمو. فرصة لان انا اه يكون عندي كفاءة اكبر على المستوى الانفعالي وعلى المستوى النفسي. كمان عندهم مكون تاني بعد الالتزام هو مكون التحدي. اي حاجة بتحصل هم هم بيعتبروها تحدي. تحدي لكدراتهم تحدي لكل حاجة بتمر بيهم. وبيقدروا ان هم يعدوا دايما خلال تحدي لكدرات دي. فبيعتبروا بقى المحنة هي منحة. يقدروا يعدوا بيها. وبيعتبروا الازمة فرصة. فبيقدروا ان هم يستغلوا كل امكانياتهم وياخدوا كراراتهم ويقدروا يحطوا حلول بدل ما يركزوا على المشكلة واللي يفعل في حد ذاته. حال. فده اللي بيفرق يخلي ناس تقدر تعدي ضغوط وفي ناس ما تقدرش يتعدي. بسبب بقى الصلابة النفسية دي. اللي هي قدرة الفرض على انه يقدر يتوافق مع البيئة اللي حواليه وطول الوقت يلاقي حلول. مركز على آآ المشكلة لكن اجرب ويكون عندي مرونة نفسية كافية ان انا قدر اجرب كل حاجة لحد ما قدر اوصل للحاجة اللي ممكن تخرجني من الازمة دي على خير. ولو ما وصلتش اكليست هقدر ان انا اتكيف. ابقى في حلم التكيف تديني حالة من الروحة لان احيانا في حاجات مش بيكون لها حلول الحقيقة يعني. بس اقدر اتكيف معيها عشان ابقى عني الازة قدر مستطاع. جميل. حلو انا انا في مسأل بحبه انجليز يجب يقول لك يعني الحياة زي ما انت بتشوفها انت ده النفس الكاميرا حيك قلتيه. صحيح. انت شايف المشكلة او القزمة اللي انت بتتعرض لها ازاي. فعلا خلاص الدنيا اتقفلت وخلاص وما فيش حل وانا فشلت ولا بتاخدها تحدي فعلا واسرار انك عايز تغير الوضع ده او نوصل في الاخر لو ما نقدرش نغيره ان احنا نتكيف معا او فكرة حتى ان انا يعني حاولت ان انا اغير دي فيها احترام احترم نفسي فيها. بس. يعني اتليست ان انا مش بيتفرد علي امر واقع وخلاص او حسيت ان انا ضعيفة دي دي نقطة بس زي ما كريم قال برضو استاذ اماني مش كل الناس كده يعني ازاي بقى الصحة النفسية ليها دور ان انا اخلي الناس حتى ضعيفة الارادة ان هي تبقى عندها ثقة اكتر تبقى قوية الارادة اكتر ان ده عايز تدريب عايز تمرين. بالصبت بس كل حاجة بالتدريب زي ما حديك قلتي هي مهارات كلها مهارات مكتسبة وما حدش بيتولد باستماد ديت لأ او طبعا عامل الوراثة بيلعب دور بس الحقيقة البيئة المكتسبة اللي بنكتسبها من التفاعل وطريقة التنشئة لو تجينا بقى للطفل من وهو صغير فلو جبنا نموذجين كده بسيطين لطفلين طفل عايش في بيئة امنة فيها تقبل فيها حب فيها دعم اكيد افكاره عن نفسه وعن الاخر وعن العالم هتكون ايجابية معتقداته هتكون ايجابية للعالم ده امن وقدر يتفاعل معاه طفل تاني اه عايش في بيئة كلها تهديد وتوبيخ وتقليل من النفس وعدم ثقة بالنفس كده هيكون العكس تماما يعني صلبة النفسية قابلة للتدريب اتدرب نفسه عليها طبعا مش 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 يتكون جوه الواحد من الاول خالص 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 اي حاجة نقدر نتدرب نفسنا عليها طب ايه الفرق بين الصلبة النفسية وبين الجتة الملحسة اه والله ما اكلمك بأيباني ده مصطلح نفسك ده اه لا هو هو انت اكيد فاق فهماني اه اه انت حقيق قصدك الاستسلام اللي هو عالم اه خلاص بقى يعني مش فارقة ايوا بس الحقيقة دي ممكن تبقى سلبية شوالا لان انا مش هيكون ليا ساعتها دور فعال في الحاجة اللي انا فيها انا لو خدت الازمة ان انا ليا دور في الازمة دي ان انا ان انا اخرج منها يعني خلينا نقول على الكورونا الفترة اللي فاتت يعني كلنا تعرضنا لازمة الكورونا وسنة كاملة عشناها صعبة بس الحقيقة هتلاقوا فيه ناس بعض الناس كان لياها دور كبير جدا في الازمة دي وبقت بتحاول تلاقي حلول بديلة وناس اكتشفت نفسها من جديد انا اصلا عشرين وعشرين كنت بحبها جدا انا من الناس الخارجة من عشرين وعشرين مبسوطة شيء عجيب والله انا قادر يكون عندي نموز ظهر وقدر اتفاعل انا مش مش هقف عند نقطة معينة لان خلينا نقول سنة الحياة تغيير ولا السبات تغيير طبا تغيير السبات ده مش موجود فيش حاجة سبت انا لو جيت استلكوا التراويزة دي دلوقتي هنلاقيها مقس ولو جينا بكرة بسبب بقى التمدد والحرارة والحاجات هنلاقي في فروق بسيطة في مفيش حاجة سبتة في الكون المهم ان انا اتقبل فكرة التغيير سواء ايجابي او سلبي وقدر بقى ان انا اتفاعل معين طيب 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 نطبق ده على الرياضة بنشوف بياضين كتير جدا حتى كمان تحديدا انا انا هنتكلم على كرة القدم بيبقى فيه اتتتود شوية يعني بعض اللاعية بتلاقي ده على المستوى العالميش بتكلم بس اه المحلي يعني تلاقي فيه لاعب عصب زيادة لاعب تقطو زايدة في الملعب اه لاعب اه بيعرف مش هقول بارد بس بيتمالك عصبه جدا اللاعيبة اللي انا هتكلم بقى على اللي عندها عصبية او اللي بتتحبق بسرعة بتوصل لانه ممكن يبقى فيه مشاجرات مع الحكام مع اللاعيبة اللي في الفرق التانية دول ازاي ممكن يتم معالجته يعني خلينا برضو نروح نفسه تمام والحقيقة اي فريق في الدنيا مهم يكون عنده مدرب نفسه اه ده مش موجود يمكن اه يعني اي فريق ده اه بي سي يكون عندي مدرب نفسي بيعلمني زي يكون عندي ثبات فعالي وهم يكون عندي ثبات لان انا معدي ثبات فعالي ببساطة جديدة اي حاجة هتوترني اي حاجة هتعصبني ويمكن الاساس شوية في فكرة اللاعبة خاصة الكرة فكرة ان انا ما بقبلش الخسار انا عايز اكسب طول الوقت عايز اكسب لا يا حبيبي الحياة مش مكسب بس في مكسب وخسار فزي فكرة ان احنا حتى بغض النظر كمان عن الرياضة اي حد ان انا اتقبل فكرة الالم والمعاناية زي ما بتقبل فكرة الوقت النطيف السحيد اللي انا بعيشه هعيش اللي اتنين هي الحياة ليها وجهين للعملة فمهم اقبل الوجهين لو قبلت الوجهين هيكون عندي ثبات فعالي ويكون عندي مفتاح اكتر اه استفيد يعني على مستوى اللاعبين استفيد من الخبرة السلبية اللي انا مرت بيها تكون فرصة لي ان انا قادر اغير واخد بالي من اخطائي اتجنبها بقى المرة الجاية حلو دلوقتي اكيد مش هنحتاجين نخوط في ان الممارسة الرياضة وخصوصا بانتظام اكيد بيبقى لها نعكاسات ايجابية على الصحة الجسدية والصحة النفسية صحيح يعني العنوان مش هنختلف عليه صحيح طب لو في ناس عندهم ظروف جسمانية ظروف معيشية تمنعهم من ان هم يمارسوا الرياضة هل في متنفس تاني للصحة النفسية غير ممارسة الرياضة يعني ايه الحاجات اللي الواحد يقدر يعملها لو مش قادر يلعب الرياضة يقدر من خلالها يتخلص من كل الطاقة السلبية المتوتر اليوم وكل تفاصيل اللي هو شافه في اليوم تمام طيب خلينا نقول ان احنا كلنا نقدر نمارس الرياضة مش بالضرورة كون بمارسها في نادي كبير ومشترك في حاجة خالص انا ممكن اعمل ده في البيت ممكن اعمل ده ولا وانا قاعد ده لو انا عندي حتى احاقة جسدية ولا عندي حاجة انا ممكن اي حاجة بتتحرك فيها لو انا حركتها بانتظام انا كده لعبت الرياضة انا كده مرنت العضلة دي زي المخ بتاعي بالظبط لو انا سايباه ما بمرنوش طول الوقت ما ما بحركوش ما بتمرنش مش هقدر ان انا استجيب زي الاطفال كده لما تاعد وما تشتغلش وما تذاكرش تعيس ان يقولي انا مش فاكر حاجة انا مش عارف حاجة نفس الحكاية ففكرة ان انا ما قادرش امارس لأي حد في الدنيا يقدر يمارس الرياضة انا لو النات دلوقتي فتحنا لما جالي كل حاجة لو فتحت بس التمارين بسيطة جدا ان انا قادر فيها امرا عضلاتي هقدر اعمل ده طيب ازاي بقى اعمل ايه كمان عشان احافظ على صحياتي النفسية زي ما قلت فكرة ان انا تقبل فكرة وجود اوقات الرغض زي وجود اوقات المعاناة لان الحقيقة قالولا اوقات المعاناة دي مش احس باوقات الراحة والحب والسلام هيبقى كله زي بعضه ايه كمان اتقبل فكرة انه اعرف انه انفعلي ده جزء مني انا مش انفعليتي لأ انا نفسي بتتكون من افكار من مشاعر من سلوك فما اخدش كل حاجة على انفعيل لأ انا متضايق ومخروفة مش هقدر انجز عمالي فمش هقدر اعمل حاجة بلاش اعمل روابط سلبية ما بيني وما بين الاشياء ايوه نعمل ده ازاي بقى ازا كان الواحد بيبقى في حاجة اسمها رد فعل لحظي نتيجة امر ما موزعك فبتنزعجي حصل موقف يدايق فاتضايقتي صح شخص شخص على الصابت انفعليتي تكون لطيفة انا عايز اتقبلها انا عايزة بالعكس اقبل مشاعر الغضب وقبل مشاعر زي ما بقبل مشاعر زي ما بقبل مشاعر انا عشان اقدر اواجه اي ازمة يكون عندي كفاءة ان انا يكون عندي اختيارات كتير للحاجة واختار يكون عندي مرونة نفسية ان انا قدر اجرب بلان ايه ما نفعش لا هجرب بلان بي اه ما نفعش بلان بي لا هجرب بلان سي فيكون عندي اه مرونة قدر اوصل منها لحل من الحلول طيب انا قبل ما نسيب النقطة دي لان الاسف الوقت بيجري بس انا عايزة اسأل البلان اي حد بتفرج علينا تمام واتعرض لمنقف مسلا اه زي ما كريم قدم مسلا حاجة في الطريق زحمة حد قسر عليكي حد بتتعمي معاه في الشغل اه مش شايف شغله كويس فبتبتدي ان هو يعصبك اي مثل كان فنعمل ايه نحنا نسيطر على نفسنا يعني ايه اول تلات خطوات اي حد التي بتفرج عشان نبتدي يطبقها حتى من بعد الحلقة اعمل ايه يعني اوكي لو انا دلوقتي في موافف معصابي اعمل حاجة لطيفة جدا اسمها تأجيل الاستجابة يعني دلوقتي انا هتنفست جدا هقول انا هستجيب انا هرد على الشخص ده بس بعد نص ساعة نص ساعة بالزبط وهرد عليه نص ساعة جاينك بتي بيتصعبيها علينا يعني انا دلوقتي واحد بس ان ايه واحد هني اقول له نص ساعة و تفرج في فرق ما بين المواقف ما بين التانية مواقف كلام مفتوح وواسع اه اوكي اوكي انا انا حق ان انا دفع عن نفسي وارد الاهانة دي لكن لو انا في مواقف تفاعل في الشغل مثلا ان المواقف غضب عشان قادر اتحكم في غضب اعمل تأجيل الاستجابة فبدل ما هستجيب في ساعتها لان الحقيقة المنحنة بيفضل طالع لفوق الغضب لحد ما يوصل لكمة الغضب وبعدين ينزل بالتدريج ده فيسيولوجيا لازم يحصل ممكن عد مثلا يعني لو هتحد من زمع بيقولي عد من واحد عشرين ممكن ده تشتيت السلوب من اساليب التشتيت ممكن اعمل حاجة فعلا بتشتتني عن الحاجة اللي انا بعملها دي وقتا ما اشوف الامور بشكل مختلف وانا ليه با اجل الاستجابة لاني بعد كده بلاقي الموقف مش مستدعي كم مثلا العصبية دي او بالضبط ممكن الوقت اللي انت اديتي لنفسك تدركي من خلاله ان لا ده الموضوع اكبر كمان ما انت حاستي اول مرة ده انا هولى على الدنيا ممكن هولى على الدنيا انا هخسر لا انا لايه حلول عقلانية اول يا سيدة اماني عقلانية اصلي هولى على الدنيا هخسر مهم ان انا فكر لو خدت وقت بس خمس داي وفكرت قبل ما استجيبت صدقني استكابتي هتختلف 180 درجة انتي اضرب طبيعة الحال وحب تخصصك انا عايز اختم معيك بقى سيدة اماني بسؤال خاص بكبار السن لان كبار السن لما بيوصلوا المرحلة البعض منهم طبعا الذاكرة بتاعته بتضعف بشكل ما هل لو اتكلمنا ان لو يعني هذا الشخص لو كان صحته النفسية افضل ممكن يأثر على فكرة ان هو ذاكرة عنده ما تضعفش البدري حتى عايز اقولك صحته النفسية والجسدية كمان يعني دراسات كثير جدا بتتكلم عن تأثير الرياضة لكبار السن ولقوا ان الرياضة بتخلي مهاراتي العقلية احتفظ بيها اكتر كل ما عمري يتقدم فزاكرتي تكون افضل منساش اكتر فالرياضة بتأثر بشكل كبير جدا الحقيقة مع كبار السن وبحالتهم طبعا النفسية النفسية تطورت ان انا حس ان انا ليه دور فعال في المجتمع مهما كبار السن مهما طلعت على المعاش ليه ادوار بقديها بعمل انشطة اجتماعية اه بحاول افتح مشروعتين بحاول اشتغل حتى لو شغلانة بسيطة حتى من البيت اي حاجة بعملها لكبار السن بتفرق معهم مية وتمانين درجة الحقيقة في نفسيتهم وعلى مستوى النفسي والجسد يعني كميل استاذ اماني انتي نور فينا وبنشكرك جزيلا شكرا عبودك معنا النهاردة شكرا جزيلا اشكر حضرتك وانا يعني حختم بفكة يعني بنقطة ان فعلا الصحة النفسية يمكن عامل اساسي جدا في حياة اي بني ادم ولكن البعض لسه ما عندوش هذه الثقافة فاتمنى ان احنا يكون عندنا وعي زي كده بجد وتدخل الصحة النفسية في كل مجالات حياتنا في المدارس والجماعات في الشغل في الرياضة يعني اعتقد مش حاجة اه زي ما بيقولوا رفاهية لا اي حاجة اساسية وليها عامل كبير جدا اعيز اقول بس حاجة اخيرة اه رشدة صغنطوطة اخيرة يعني لو انا عايزة ابصحها نفسية كويسة احاول دايما ارجع يومي ان يكون فيه تلات انوع من الانشطة نشاط اجتماعي يعني يكون فيه تفاعل مع الاخر ونشاط ترفيه حاجة بتطفي علي البجهة حاجة بحب اعملها حاجة بتبهجني وحاجة فيها انجاز حتى لو حاجة بسيطة جزء من شغل المطلوب مني حتى لو ست البيت بتعمل حاجة في البيت بتعملها لو انا يومي فيه تلات انشطة دول هيبقى عندي عافية نفس جميل حلوة رشدة دي مجربة شاركي بقى معنا في النشاط الابتماعي بتاع عربوط الفول اللي مكامل بك عليك نروح فاصل ونرجع نكمل كلام نتفضل